تمكنت فرقة مقاومة الاجرام من القبض على مجموعة تضم فارين من السجن وصفت بالخطيرة والاجرامية المجموعة اعترفت بقيامه بمجموعة من الجرائم من بينها اقتحام محكمة الاسئناف بالمنستير في 21 من ديسمبر الماضي مسدس من عيار 9 مليمترات ذخيرة حية سيوف وسكاكين مختلفة وغاز مشل للحركة تلك بعض وسائلهم لاقتراف مجموعة من الجرائم اخرها اقتحام محكمة الاستئناف بالمنستير في 21 من شهر ديسمبر الفارط والاستلاء على بعض الملفات وحرق جزء منها اتمكننا من ايقاف المجموعة هذه اللي هي بالفعل معناها على المستوى الاجرامي مجموعة خطيرة جدا عليش من حيث التصنيف انه الناس الذهم يدخلوا بليك اقول يدخلوا مسلحين كما كنتوا تصوروا الناس الذهم من ايها الوصلة جرائم عندهم حيزة مسدس نوع 9 مليمتر من خلال تحريات مع المجموعة الخطيرة هذية معناها حصلنا الاعترفات فيما خص حرقان المحكمة اللي هي مقر السيادة امام طوال مغلية تحريات المتعاملة على المستوى وفرقة مقامة الاجرام اتمكننا من انه معناه تبكيك شبكة كاملة امام طوال تملأ معناها اعترفات بمجموعة هامة من سرقات من الدخل المحلات السكنية فيها توانسة فيها اجانب فرقة مقاومة الاجرام اكدت انها تمكنت بعد مجهود كبير من القاء القبض على اغلب عناصر المجموعة وخاصة الخطيرة منها اما عن الغنائم التي ظفر بها المتهمون فقد تم احتجاز جزء منها في المنزل الذي اتخذوه مستودعا لتجميع ما طالته ايديهم مما خف وزنه وغلى ثمنه